هذا وقد أفادت مصادر فلسطينية بتكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مخيم النصيرات ومدينة دير البلح وسط القطاع غزة ومدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع أضافت المصادر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي جدد قصفه لمدرسة تابعة للأنروات تؤوي نازحين في المخيم الجديد في النصيرات بالتزامن مع اشتباكات عنيفة مع الفصائل الفلسطينية فيما شنت مقاتلات الاحتلال غارات عنيفة طالت مناطق متفرقة بالمحافظة وعدد من الأحياء السكنية في قطاع غزة